بشأن التقوي حيث صرح وزير واتقى عبد المجيد عطا للموقع الإلكتروني البريطاني جلوبال بلاتس بأن الشركة الوطنية للمحروقات سنترك تسير أو تسير التأثيرات التي خلفها وباء كوفيد 19 على سوق الغاز الدولية بالاعتماد بشكل خاص على المرونة المنصوصة عليها في عقود الغاز الخاصة بها واللجوء إلى الحلول الأخرى وأكد عطار أن أسعار الغاز قد تراجعت إلى مستعيات منخفضة تاريخيا في حين أكد أن سنترك قد تمكنت من إدارة هذا الوضع الاستثنائي مع زبائنها بفضل المرونة المنصوصة عليها في عقود الغاز وكذلك من خلال الحلول التي تتكيف مع ظروف السوق